هذه كانت جوابي أن حالة شفاء فهي كثيرة جدا بإذن الله سواء في الحجامة أو عند الإخوة عندنا في المراكز أو معنا بإذن الله أو حتى بالاستماع وبالزيوت أو بأساليب التعذيب وغيرها بإذن الله سبحانه وتعالى أما الحالة معقدة مركبة التي أبحث فيها في علاج الحالة المستعصية كالسرطان والأورام والجنون والنسيان وألم العظام والهشاشة والعقم والضعف الجنس والربط وغيرها كثير من الأمر التي أرى أن أسبح الجن والشياطين والسحر العظيم تشفى بإذن الله والحجة موجودة بإذن الله بالعشرة والمئات لكن انتثلوا إلى البرنامج وساروا كما أوصيناهم بإذن الله وموقع فخ الجن والشياطين من وسوسة ومن تخويف أو من سوء ظن مفهوم؟ لأن إذا كانت هذه الأمور فلابد أن تعلم أنك أوقعتك الجن أو النفس والهوى أو رفقة السوء في مطب ومزلق عظيم هذه وصية أما المراكز فإن تاوى اعتادها الناس من كل تحزم وصوب ونأتي للناس في كل مكان لكن غيرتنا عليك وعليك وعليكم حتى تشفوا هي التفعون للكلام لأن والله لسنا تجاريين أقسم بالله لو كنا تجاريين كنا نسير في في أي بي كل يوم وحتى المراكز ستكون خاصة الخاصة ولكن والله يشهد والله بالله وتالله ليس هذا وهدفنا نعم بفضل الله تعالى نحيك في الكرم وفي الجود وفي السخاء والعطاء ومعاهي الجود والفضل بفضل الله تعالى ولنقصنا خير بفضل الله تعالى لكن نكون صادقين مع نفسنا قبل غيرنا نعم لكن هم الأول هم الأول هو علاج الناس ولا نفرق بين غني وفقير وربما قد يأخذ مني الفقير جلسات مطولة مجانية والله يشهد وهم كثير ولكن يشوفوا ويعرفوا الحمد لله لكن همي لماذا تعذب نفسك ولماذا تطلع عن نفسك الطريق في العلاج أنت لست أعلم من ذلك المعالج الذي يبحث فيك والذي وصل إلى أسرارك وأحوالك وخبايك وخفايك فلا تلوم إلا نفسك ولا تلوم المعالج بعدما تقطع أشواطا وتنفسك وقفت في نقطة ورجعت إلى القهقرة إلى الوراء لا ترجع عليه وتعضوا على آية الندم من امتثل البرنامج وامتثل السيرة وحسن السيرة والحسن الطوية والحسن النفسية بيننا فنحن له إخوة نعضوا نشدوا على يديه ونعضوا على يديه وبإذن الله تعالى نجاهد في الله حق جهادي حتى يشفى بإذن الله تعالى لكن من نرى منه منقصة مسبة ذلة صغارا عدم احترام أو نرى فيه تهون في جانب الله تعالى أو عدم التزان أو استقامة أو عدم يعني نج في السير إلى الله ثم في العلاج فنقول له لا تتعب نفسك ولا تتعب نبراك الله فيك أنا أتكلم عن حالة خاصة المعقدة المركبة لأن أعلم ما فيها من أصحاب تجان والماسونية والحيثان والثعابين والحيثة والقرضة والخنازل وغيرها يعني هذه الأمور اللي كنشوفه ونرمأنا بالخرافات وحن نجاهد بالليل والنهار أنا الآن اليوم كنت في حوصات وعندي عملية جراحية ومع ذلك دفعني ما دفعني كي أرشدكم طاعة لي عز وجل والله علم أقول شهد أني عندي عملية جراحية مستعجلة وأجلتها من أجل أم التوأم لأنني كنت قمت بجلسة قبل يومين ووعدتها بجلسة أخرى أحمل هم الناس ولهذا عملت مقطع قبل يومين أو قبل يوم حول الأطفال أهم الأطفال الذي نراهم الصبية ونراهم مرضى إذن لا يمكن أن نقدم التمر ونرم بالجمر ولا يمكن أن نحمل هم العلاج والرقية ونرى أن يسألنا أو يسأل ظنبنا أو بالرقات الذين هم معنا أو بغيرنا فكلنا في سفنة واحدة فلهذا وجب بفضلات الزوجات تفهموا أن المراكز حققوا نتائج مبهرة نتائج قوية لو عرضنا كل صغيرة وكبيرة تقول هذا الإنسان يبالغ في الحجامة أسرار حينما تأتي الأخوات بالعشرات وفي الجماعية أسرار حينما تأتي الأخوات بالعشرات وحينما تزور الأخوات الرقات عندنا في الأسبوع بالعشرات الأسرار كذلك وحينما يأتي عندنا الناس يعني أسرار وهناك حالة تحسن نعم يومياً تشفى بإذن الله يومياً وهناك حالة نتابعة من أحد تشفى بإذن الله وحالة نحق مع إنجازات باهرة قوية جداً بفضل الله سبحانه وتعالى ومن تخلف عما قلت فهو الخاسر لست أنا لكن أقول لو كان عودا إن أنا معموني كتخاسر بفضل الله عز وجل إن كنت أتعامل مع الله أنا أتعامل مع الله ليهموني كلام ممدحا ومن قصر ومن يظن أنه قد قد تملكني بشيء أرده وقبلة على جبينه ويده ومع كامل احترام ومع كامل احترام وألقاه طيب النفس لا يضرني شيء بفضل الله عز وجل هكذا عهدت نفسي وعهدت ربي قبل نفسي عهدت الله عز وجل على هذا وأسره عليه لأني همه والرقية والوصول إلى علاج ما تراه أنت قريب قد أراه أنا بعيد وما تراه أنت بعيد قد أراه أقارين لكن أقول علاج يصل لكن لا بد من خطوات وإياكم أن يظلموا ما ريد أني أنساه أو أتجاهله فإني الآن أستحضر الطبيبة وأستحضر الأخت حقنا بـ 30 ألف درام وأستحضر الأخت صاحبة المسجد وأستحضر الأخت صاحبة المفاصل وأستحضر الأخت صاحبة طيالة الترميني في المركز في الجماعية تكسر المكتب يبسكها ثلاثة أخوات كل أخت هي في عقلي وأمام عيني أخت صاحبة المسونية صاحبة لي صاحبة الأقفال الأخوات لي في هولندا في بلجيكا في فرنسا الذين هم في المغرب والله أستحضر كل أخوات أصحاب الحالة المستعصية الأخوات لي في الخليج في الإمارات في قطر في غيرها من البلدان أستحضر كل حالة مركبة وقوية لأن نفسي أنفاسي مع الرقية حينما أجلس لا أتنفس إلا رقية ولا أتذكر لأصحاب الرقية وكان بإمكاني أن يكون جودي في تجارة أو في مشاريع أخرى وتكون أسهل علي من تعبير الرقية أيسر علي من هموم ومشاكل وأحزان وتقلبات لتكون في العقول من الجن والشياطين في الناس بسبب الجن والشياطين فأنت تصلح هنا وتصلح هنا وتقرب هنا وتسدد هنا الأمر ليس بالسهل تكون صاحب مشاريع أرحم لك من أن تكون صاحب الرقية ومركز الرقية خذوها مني أنت لا بد أن تراعي نفسية المرضى ونفسية الجن والأمور تقلب عليك من هنا وأصحار الجن وأذية الجن والجن وتصبر من أجل تكون لله سبحانه وتعالى إلا يظنظان أن هذا الباب سهل قد تؤذى أنت من منظومة ميسونية أو يهودية أو مصرانية أو أصحار وترى القلاقل والمشاكل والمصاعب والتعب والهم والغم فما ظنك بل من يحاربهم بالليل والنهار ثق معي فيها وتفقها معي فما ظنك من يحاربهم يعني أنت ابتلاك الجن تأتيك فتصبرك سرطان تصبرك ضعف نظر جنون حوادث محق مال تحاربها بالليل والنهار شهور وأنت تواصل في السير ومع ذلك هي التحد فكيف يكون مصير من يحاربها أو يحرقها أو يؤذيها أو يهديها أو يحارب عقيدتها ودينها وأصحارها وأصرارها ومنظومة يوم سونيتها وسلمها وأوتبها فق معي في هذا بارك الله فيك وليس مع فرد يأتي ينسان يحمل هموم جن صحراء وشيطين صحراء فما ظنكم بمن سيحارب مجموعة تيخرج هذا يدخل هذا كل واحد عنده لا يعرف أنا لا أعرف إذا بالحالة المعقدة المركبة هذا عنده أصرى وهذا أصرى والتحدى لا أدل فيه والتحدى ماذا لا أدل فيه والتحدى لا أصرى فيه وما أقول إلا أني بإذن في هذا الباب لن أتنحى ونأتراجع مع ما أسمع من تهديد وما أره من وعيد وما ربما يصل إلي من خوارق لا أريد أن أدخلكم في عالم آخر يعني أنت لك زوجة ولك أبناء ولك بيت أفهم أنا ليس معنا هذا أني أخاف أو أقول لكم شيء من الخوف لا أبدا لكن حتى أضعكم في الصورة إذا كنت أنت يعني يصعد في بيتك يفعل الأثاعيل هذا المسوني أو هذا الجن وهذا اليهودي وهذا النصراني أو هذا الشيطان الساحر أو تحدى البيت برمته كله جميعا يؤذى فما أظنكم بمن يحاربه حربا حقيقية مع أن نجد أهل صلاة وقبلة وصيام وقيام ومصطع يخرجه أو يظهره تأتي بفضل الله تعالى فتكريه على التكلم وعلى اعترافه أو تأتي بجندي إلى الإسلام فكيف سيكون حالوة قد حولت مملكته وقبلته وجته وقوته فأصبحت في طاعة الله هل سوف يكون عليك بردا وسلاما؟ ومع ذلك أنت لا تريد أن تدخل الناس معك في هذا المتال والله ما تنحين يوما خوفا من حالة والله ما أخاف من حالة كيفما كان حالوها والله لا أخاف من حالة كيفما كان حالوها ولكن الذي أخشاه أنا أخاف من حالة كيفما كان حالوها؟ أخاف من حالة كيفما كان حالوها؟ أخاف من حالة كيفما كان حالوها؟